من المهم جدا تقديم الخدروات للبابغاوات والعصافير في موسي بالتزاول وخصوصا الخص لأن الخص يساعد الذكر على تقوية الحالة الجنسية كما أنه يسهل في عملية وضع البيض للأنثى كما أن به العناصر الغذائية وبه كثير من الألياف وبه الحديد وحمض الفولي وتساعد ثمار الكوسة على تقوية الجهاز المناعي للطيور وحمايتها من الأمراض ثمار الكوسة مفيدة للطيور التي تعاني من حالات الإمساك ولثمار الكوسة مفعولا جيدا في طرد الديدان والطفيليات من أمعاء الطيور فثمار الكوسة تساعد في نمو الفروخ بشكل طبيعي وصحي كما أن ثمار الكوسة محفز جيد جدا للتزاوج والتكاثر وإتمام عملية التخصيب بنجاح أما عن طريقة تقديم الكوسة للعصافير والبابغوات فيجب غسلها جيدا وتقشيرها حتى نتخلص من جميع المبيدات الزراعية قبل تقديم القدروات للبابغوات والعصافير عليك أن تقوم بغسل هذه القدروات جيدا لأن بعض الناس قد يضع بعض المبيدات الزراعية عليها فيؤدي هذا إلى الموت المفاجئ للعصافير ثم قم بتكفيفها ثم ضعها معلقة للعصافير إن تعليق الخضروات في القفص يحفز طيور على الإقبال عليها لا تنسوا الاشتراك والإعجاب تشجيع لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى